قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الرقراقي ينهي الجدل ويكشف حقيقة ما حدث مع قائد الكونغو الديمقراطيان بيمبا قائد الكونغو الديمقراطيان بيمبا مهدد بعقوبة بالسبب الحركة التي قام بها للرقراقي لهذا السبب طارد صير اللاعب الكونغولي لغرف الملابس والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار الرقراقي ينهي الجدل ويكشف حقيقة ما حدث مع قائد الكونغو الديمقراطيان بيمبا كشف الناخب الوطني وليد الرقراقي حقيقة ما حدث بينه وبين قائد منتخب الكونغو الديمقراطيان شونسيل بيمبا الذي أتر ضجة بتصريحات عقب نهاية المباراة ضد المنتخب المغربي أمس الأحد ووضع الرقراقي حدا للجدل من خلال تصريحات أدل بها لصحيفة لإكبال فرنسية وقال لم يعجبني تصريحه لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون دعه يخرجها بكل صرور وسير بالضبط ما حدث وأضف ما حدث هو أنه هاجمني أنا ومساعدي على خط التمس وتحدث إلينا بشكل سيء ودي الصابر يعرف ذلك بعد نهاية المباراة وعلى الرغم من ذلك ذهبت لأصافعه وقلت له لكن لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة حينها كان ينظر إلى مكان آخر كأنه يقول لن أصافحك أمسكت بيده كما يظهر في الصور وبدأ يصرخ قبل أن يختتم وليد حديثه قائلا قال لي لقد وصفتني بالغبية لا توجد مشكلة في أنه سمع ذلك على الرغم من أنني لم أقول ذلك أبدا ولكن من خلال التحدث كما فعل فإنه يشير إلى أن كلمات عنصرية بما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابها دعه فليكن صديقا قليلا مع نفسها وكان بيمبا قد ادعى أن وليد رغراجي قال له كلمات لا يمكن التلفظ بها وهو منفه الناخب الوطني قائد الكونغو الديمقراطي مهدد بعقوبة كبيرة بسبب حركته ضد رغراجي أصبح اللاعب شانسين بيمبا مهاجم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مهددا بالعقوبة من قبل لجنة التأديب للكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم كافة وذلك بسبب واقعة الحركة اللارياضية التي صدرت منها عقب نهاية المواجهة أمام المنتخب المغربي التي جرت أمس الأحد لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة نهائية كأس أمم إفريقية بالكودفور وحسب ما كشفه موقع المنتخب فإن اللجنة ستستند لتقارير مراقبي اللقاء مع الاستعانة بأشريطة فيديو من أجل الحسم في العقوبة المنتظرة في حق اللاعب وكانت الواقعة قد وقعت عقب نهاية اللقاء عندما توجه الناخب الوطني وليد رغراجي لينبينبا من أجل تحييتها إلا أن الأخير قام بحركة غير رياضية تجاهها ما أتر حفظة رغراجي الذي رد عليه بطريقة مماثلة ومن المرجح أن تصدر اللجنة تأديب قرارها في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث قد تتراوح العقوب بين الإنذار والغرامة والإيقاف بهذا السبب طارد صير اللاعب الكونغولي لغرف الملابس بعد انتهاء مباراة المنتخب المغربي ضد نظره الكونغولي بالتعادل الإيجابي اندلعت مشاحنة بين لعب الفريقين على أرضية الملعب وصلت إلى مستودع الملابس وقد انتقلت عدو الفوضى إلى مستودع الملابس بالسبب الفوضى التي أحدثها لعب منتخب الكونغو الديمقراطية خصوصا اللاعب الكونغولي شانسين بيمبا الذي وجه كلاما نبيا للمهاجم يوسف انصاري بينما كان هذا الأخير في طريقه لغرف تبديل الملابس مما دفع بنصاري إلى مطردتها ولحسن الحظ أن بونو حاول إيقاف انصاري وتنيه عن القيام بما لا يحمد عقباها أول تصريح من سيس على ما حدث بعد نهاية مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وجه غانم سيس عميد المنتخب المغربي رسالة دعا من خلالها إلى رفض تصاعد الكراهية والإبقاء على روابط الأخوة التي تجمع الأفارق في قراتنا وكتب غانم سيس في خاصية استوري على حسابه في الإنستغرام كرة القدم رياضة مليئة بالتوتر والإطارة ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب كلنا نرتكب أخطاء بالسبب الضغط والتحدي الذي تفرضه المنافسة الكبرى ووصل لا ينبغي أن نخلط كل شيء ونترك المجال لتصاعد الكراهية في كل الجانبين وتابع نحن جميعا فخورون بتمثيل إفراقية وفخورون بكوننا أفارق بغض النظر عن أصولنا دعونا لا نقتصم على هذا الدعم فهذه تظل كرة القدم دعونا نبقى متحدي لإظهار أفضل وجه في هذه المسابقة والأخوة التي توحد قارتنا وكان المنتخب قد دخل في مناوشات بعد إعلان صافرة النهاية انطلق بعد حوار متوتر جمع بين عميد الكونغو الديمقراطية شانسين بيمبا والناخب الوطني وليد ريجراجي يشار إلى أن المنتخب المغربي حققت تعادل الإيجابي أمام نظره الكونغولي بهدف لمثلها لواصل صدرته للمجموعة السادسة برسل أربع نقاطين في حين تحصل خصبه على تنين نقاطه محتلنا الوصفة رسمياً صلاح يصافر إلى ليفيربول لتلقي العلاج وسيعود إلى منتخب مصر في حل التأهل لنصف نهاي كأس إفريقيا أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ما قاله المودري بيورغان كلوب مشيراً إلى أن النجم محمد صلاح سيصافر إلى إنجلترا لتلقي العلاج في ناديه ليفيربول وذكر الجهاز الوصي على الكرس في المصر في بلاغين بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي لمنتخبه ونظره في نادي ليفيربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة رأس الأخضر لاستكمال علاجها وختم الاتحاد بلاغها على أمل لحاق صلاح بالمنتخب في الدور قبل نهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حال التأهل وكان صلاح قد تعرض لإصابة عضلية في المباراة التي جمعت بين المنتخب المصري ونظره الغانية في كأس أمم إفريقيا الكودفورة 2023 قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غيابه عن المباراة القديمتين إلا أن ليفيربول قرر أن يعود اللاعب إلى إنجلترا لتلقي العلاج وعدم البقاء في الكودفورة منتخب كرة اليد يخسر من الجزائر في كأس إفريقيا ويلاق رأس الأخضر في الربع إنهزم المنتخب المغربي لكرة اليد على يد نظره الجزائرية بالنتيجة 30 مقابل 23 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعة كأس إفريقيا المقام حاليا بمصر وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد قد فز في الجولة الماضيتين أمام كل من ليبيا والقابون وضمن تأهله مسبقا لربع نهائي لينهي مجموعته في المركز الثاني خلف منتخب الجزائر ويواجه الأصود في الدور ربع نهائي منتخب رأس الأخضر وذلك يوم الثلاثة القادمة تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفائز بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال بمصر 2024 سيتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي من المرتقب أن تصدفها باريس الصيف القادم قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم الرقراج ينهي الجدل ويكشف حقيقة ما حدث مع قائد الكونغو الديمقراطيا بيمبا قائد الكونغو الديمقراطيا بيمبا مهدد بعقوبة بالسبب الحركة التي قام بها للرجراجي لهذا السبب طارد نصير اللاعب الكونغولي لغرف الملابس والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار